كنت موجود وقت اللي عملوا الحفل متاع اللانسمن تهموكم اه رفافتوا الدارة متاع السوسيوس انا كنت موجود اي كنت كنت تخدم واقت اه نسخايب موجود غادي لايه ما كنت موجود غادي كنت تخدم على هاي اهي اي ما هو ايجا نقول لك انا شنو مهمتي انا شنو وظيفتي ناطق الرسم انا حكيت مع الرئيس حكيت مع الرئيس الرئيس قال لي بش نمشي وبعد قال لي لي ما نجمش عندي التزامات مش ببالو فرصية انا وقت هكي حكيت الناطق الرسمي متاع السوسيوس يزايدون بالعربي كلمني قطلوا معناتها اي حاجة تساعد نادي الافريقي مرحبا انا شخصيا ما كنش رفض رئيس النادي رفض علاش لانه يقول انه قاعدين يخدموا في نفس الواحد قاعدين يخدموا في نفس الكونسبت من بعد انا اسئلته قطلوا علاش ما مشيتش قال لي نخدم في نفس الكونسبت مع الشركة اللي وقاعد موسمون طاحا درنيرمون قال لي دونك ما نمشيش قال لي ما تتخدمش البره وثم معناتها اشكالات قانونية بالنسبة ليه بو انا مدخلتش فيه الموضوع و ايه هذو ما عبدي يحبوا يعاونوا لكل يوم معنا يعني قطلت ما اتبع للاخر انتي عش خاسر معنا انا وقت هناطق رسمي وعملت ستاتيو قلت راني انا جديخ اكثر من هكي من اجمنا عمشاي نتفكري ايه انتي بديك سادعا وكذلك قطلوا ما نجمش نتحدى للهيئة المديرة ونمشي وانا اتمام عند حتى لو كان عندي رأي مختلف يلزمني نلتزم مش فمش كونها احسبها تابعة فلان وفلان على ذاكا ممشيش عب السلام اليونسي انا مدخلش فيها ونسمي الأشياء مسميات اعتبروها تابعة مروين حمد يوسف العلمي انا انا منسا انا نقولك حاجة ساعة فرصة يوسف العلمي نترحمه على والدته حكيت الله يرحمها الله يرحمها وربي صبر وان شاء الله من ايجا نقولك حاجة انا مندخلش فيهم لحسابات اذوم انا من بين الحاجات اللي سبوا لي مشاكل في النادي الافريقي انو انا ناطق رسمي في النادي الافريقي في الهيئة انت عبد السلام اليونسي وصديق العلمي وصديق مروين وصديق الناس كل ما عنديش مشكل انا 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 نحب النادي الافريقي وكهو فمت هم احسبوها ولم يحسبوهاش اذيك مشكلتهم انا منحسبهاش اكاك انا نحسبها بشتعاون لكلوب ولا متعاونش هذا هو المعيار الوحيد متاعي